السلام عليكم لبنات مصر خير عليكم ان شاء الله تكونوا بخير و على خير منذ ما تشوفوا في الفيديو اتاعت عنها اليوم قبل ما نبدأ الفيديو تانا الصلاة والسلام على رسول الله كما راكم تشوفوا اليوم لبنات راح نحضر معاكم المرقاز راح نديرو بحت الطريقة يعني ماشي مقلي راح نديره بالصلصة تعو هاد الطبق هادا رائع انا بقت النوع شوية في المرقاز ما باش نديرو دائما مقلي مقلي انو كما هكدا راح يجي زاكي و راح تجيل بالناراء المهم عندي كمية قليلة على المرقاز هنا لانها كيلو دير كيلو لانها رطل لانها كمية قليلة تستعمل كمية قليلة راح نقط كما راكم تشوفوا اليوم لبنات راح نقطع المرقاز قطع صغيرة بغضيش نخليه كما هكا كما راكم تشوفوا معايا المرقاز معايا معايا يانا و العراق لبنات بعد مرقاز عندي ربع فصوص التون شوفوا المرقز قطعته قطع صغيرة كما هاك كما راكم تشوفوا البنات عندي هنا ربع فصوص التون عندي حوالي ثلاث حبات يكونوا شي متوسطين بتاع البصل قطعتوا دي غوندين بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا عندي حوالي ثلاث حبات متوسطين تاع طماطن قطعتها دي غوندين صغار كما راكم تشوفوا فيها وعندي كيلو تاع البطاطا قطعتوا ثاني دي غوندين كما راكم تلاحظوا هايا غادي نقلي البطاطا تاعي في الزيت ما غاديش نغليها هكذا باش الاولاد تتوانا يعني يكلوا بطاطا يحبوها بزاف مقالية كما تعرفوا ما يبوهاش مغالية ولكن اللي تبغي تديرها مفورة ولا مغالية يعني لكم الاختيار كي ما راكم تشوفوا البنات هايلا راح ندير هاد المركز ساين ديروا صلصة كي ما راكم تلاحظوا معايا المهم البنات خليكم معايا باش نكملوا الوصفات تاعنا هانا يا في مقالة البنات درت شوية على الزبتار انا يقلي في هادك التوم قطعتوا قطع صغيرة درت غير شوية على الزبتار البنات هنا ما ديروا ش الزيت انو كما تعرفوا انو المركز يطلق لي دام بتاعو انو مهم غادي يقلي هادك المركز على مليح مليح مع التوم كي ما راكم التوفو اولا بعد ما قليتها مليح مليح راح نقص عليه هادك البصل اللي قطعته خلطها مليح 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 نخليهم يتقلع وشوية حتيت بالن هادك البصل التاعنا هايالا كي ما كنتوفو راح دبالنا البصل شوية غادي نزيد عليه هادك الطماطب نزيد هنا يا ملعقة صغيرة يعني على رس المغروف تاع الحار ولا الهريسة انا هنا يعني نبغي بزاف الحار على بها درتاولة كلي ما تبغيش ما تديرش نديرو شوية تاع الملح شوية تاع الفلفل الاسود وشوية تاع القرفابرك هذا واش غادي نحتاجوا فيها اللي عندها توابل تبغي تدير كمون ولا تدير يعني كي ما تبغنتو هالبنات انا ما بغيش نكتر التوابل فيهم بزاف نخلطها مليح مليح نخليهم يتقلعوننا مليح مليح ندير ربوع كاسة على الماء ونخليها تعقد هادك لاصوس تعنا شوفوا لبناتها يارا هي وجدت صغراني قليت البطاطا ودرت هادك السلصة مع المرقص شوفوا جاتنا عاخدات جات رائعة بزفزف نتمنى تجربوها باش تعرفوا واش راني نحكي خير ما نديرو المرقص يعني مقلي وحده نديرو كما هاكا يعني انسوس مع بطاطا مقلية ولا هاتبغو تديرو تاني معا لا بيري كما تبغو لكم الاختيار انا اعطيتكم الوصفة وانتو ما ديرو واش تحبو الى كان عجبكم الفيديو التاعيت عنه اليوم ما تنسوش لبنات تطلعوا ديرو لايك باش طلعوا الفيديو الاكبر عدد من الناس يستفادوا منه وما تنسوش تاني تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس باش كل ما نحط فيديو جديد يوصلكم مع اليوم نقولكم تحلوا في الوحكم وان شاء الله في فيديوهات قادمة وصفات اخرى غادي تعجبكم باذن الله سلام اشتركوا في القناة